السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على محمد وعلى محمد أهلا بكم مرة أخرى طلاب الثالث متوسط ومع موضوعنا لهذا اليوم من الفصل السادس المجال المغناطيسي الناشئ من انسياب تيار كهربائي مستمر في حلقة موصلة دائرية عزائي مفردات درسنا لهذا اليوم هو المجال المغناطيسي الناشئ من انسياب تيار كهربائي مستمر في حلقة موصلة دائرية وكذلك في ملف محلزن بإجراء نشاط وهذا النشاط يتكون من أدوات أدوات هذا النشاط ورق مقوى مفتاح كهربائي وكذلك بوصلة مغناطيسية حلقة من سلك غليظ معزول وبطارية ومن ثم برادات حديد إلى الخطوات أول خطوة أكيد نثبت السلك الغليظ الدائري في اللوح المقوى ونربط الدائرة الكهربائية التي تتألف من حلقة مربوطة على التوالي مع بطارية ومن ثم نمرر التيار الكهربائي في السلك برهة زمانية ونضع في عدة مواقع عن مركز الحلقة عدد من البوصلات ومن ثم نلاحظ اتجاه انحراف أقطاب الأبر المغناطيسي للبوصلة لاحظ عزيز الطالب هنا الشكل يبين لي عندي حلقة دائرية أثبتها على ورق مقوى ومن ثم أربطها إلى بطارية لتطيني تيار مستمر ومثل ما أخذنا بالدرس السابق عندنا سياب تيار كهربائي في سلك موصل هنا رح يتولد عدي حوله مجال مغناطيسي لكن الاختلاف هنا أن شكل المجال المغناطيسي بالنسبة للحلقة رح يتغير من ناحية الداخل وكذلك خارج الحلقة ومثل ما عرفنا بالدرس السابق أكيد لما نعكس اتجاه التيار في الحلقة كذلك رح يتغير اتجاه المجال المغناطيسي وأكيد بالاتجاه المعاكس لاحظ عزيزي هذا ملف محلزن أثبت على ورق مقوى أو صفيحة شفافة من الورق المقوى أثبتها عليها وأنثر برادة الحديد وأكيد أربط الملف أو الحلقة هذه إلى مصدر للتيار الكهربائي المستمر عند غلق المفتاح راح تتكون عدي خطوط المجال المغناطيسي مثل ما كونتلي بهالشكل هذا عبارة عن خطوط مجال المغناطيسي منتظمة ألاحظها هاي الخطوط منتظمة داخل الحلقة وكذلك كل ما نبتعد عن المنتصف راح تكون خطوط غير منتظمة أي أشبه بشكل بيضوي من الخارج وكذلك تكون من الداخل عبارة عن خطوط مستقيمة لاحظ هذا الشكل العزيزي عند غلق المفتاح فإن برادة الحديد راح تبين لشكل خطوط المجال المغناطيسي اللي هي عبارة عن خطوط مستقيمة وتختلف عندما تكون هذه الخطوط خارج الحلقة الدائرية لاحظ هذا الشكل راح نستنتج من هذا النشاط اللي إجريناه حسا أن خطوط المجال المغناطيسي بالنسبة لحلقة دائرية تكون خطوط بيضوية الشكل تقريبا تزدحم داخل الحلقة وتكون عمودية على مستوى الحلقة من الداخل أي خطوط شكلها بيضوي تزدحم من الداخل يعني تكون مكتظة داخل الحلقة وتكون عمودية على مستوى الحلقة كذلك من الداخل طيب لاحظ عزيزي هذا المقطع يبين لي هنا أنا عندي بطارية تطيني تيار مستمر وعدي ملف محلزن اللي قلنا يتكون من عدة حلقات أربطه إلى هاي البطارية بأسلاك توصيل وكذلك عندي مفتاح كهربائي عند غلق المفتاح ألاحظ البوصلة شن اللي صار بيها تغيرت أبرة البوصلة عند غلق المفتاح لاحظ عزيزي هنا تغير شكل أبرة البوصلة أمرر على امتداد محور الملف شكل البوصلة وأنتبه للأبرة هنا تشير لي إلى القطب الشمالي والجنوبي أحاول أحرك البوصلة هنا هنا رح ألاحظ هنا اتجاه الأبرة رح يتغير باستمرار الحركة أحاول أعكس أقطاب البطارية مثل ما سواينا بالتجربة السابقة هنا رح ألاحظ شكل الأبرة أكيد رح يتغير أي شنو؟ تغير اتجاه المجال المهناطيسي أثبت الملف المحلزن هنا على ورق مقوى وكذلك أربط إلى بطارية مثل الحالة السابقة وأغلق الدائرة الكهربائية رح تتكون خطوط المجال المهناطيسي أو تتكون خطوط برادة الحديد على شكل خطوط المجال المهناطيسي وحسب اتجاه التيار الكهربائي المنساف في الملف المحلزن رح نلاحظ عزيزي هنا نستنتج من هذه التجربة ومن خلال هذه الأشكال تطلع لهذه أنه خطوط المجال المهناطيسي بالنسبة للملف المحلزن تكون داخل الملف المحلزن عبارة عن خطوط مستقيمة متوازية وخارج الملف المحلزن تكون خطوط مغفلة تشبه خطوط المجال المهناطيسي لساق الممغنطة داخل الملف عبارة عن خطوط مستقيمة وكذلك خارج الملف تكون خطوط مغفلة تشبه خطوط المجال المهناطيسي لساق الممغنطة والساقة المغناطية أخذناها بالفصل الثاني بالفصل الأول أو الكورس الأول اللي قلنا تنبع من القطب الشمالي للقطب الجنوب خارج المغناطيس ومكملة دورتها داخل الساقة المغناطيسية يعني هنا يبين لي من الجنوب للشمال داخل الساقة المغناطيسية فالملف هنا تقريبا مشابه إلى الساقة المغناطيسية لكن هنا الملف لما ننسى بتيار كهربائي راح يتولد عدي مجال مغناطيسي أما الساقة المغناطيسية فهي أصلا عبارة عن مغناطيس عزيزي هنا أعدي سؤال على ما يعتمد مقدار المجال المغناطيسي للملف المحزن أو يقدر يقول على ما يعتمد مقدار كثافة الفيض المغناطيسي للملف المحزن شنو كثافة الفيض المغناطيسي؟ كثافة الفيض المغناطيسي هي عدد خطوط المجال المغناطيسي أو عدد خطوط المهناطيسية اللي متولدة في وحدة المساحة يعني جد عدي خطوط المجال المهناطيسي في مساحة معينة هذا كل الجملة نقدر نسميها كثافة الفيض المهناطيسي فإذن علي من يعتمد مقدار الكثافة الفيض أو المجال المهناطيسي تعتمد على شغلتين مهمات الأولى مقدار التيار الكهربائي يعني كل ما زود التيار رح يزداد مقدار المجال المهناطيسي أو كثافة الفيض وكذلك عدد اللفات في وحدة الطول هماتيا إذا زودت عدد اللفات كذلك رح يزداد مقدار المجال المهناطيسي أو كثافة الفيض المهناطيسي فبالتالي هنا يعني التناشب طردي عدي يعتمد مقدار المجال المهناطيسي على مقدار التيار وعدد اللفات في وحدة الطول حيث يتناسب طرديا معها سؤال آخر كيف يحدد اتجاه المجال المغناطيسي داخل الملف المحلزن انتبه عزيزي نعم ملاحظة جدا مهمة أنا اخذت بالدرس السابق شلون احدد اتجاه المجال المغناطيسي لسلك موصل مستقيم وليس الملف المحلزن إذا تذكرون لما اخذنا السلك المستقيم والريد نحدد اتجاهها نستخدم قاعدة الكف اليمنى نمسك السلك المستقيم بالكف اليمنى بحيث يشير الابهام الى اتجاه التيار الكهربائي ولفة الاصابع تشير الى منه تشير الى المجال المغناطيسي ذاك بالنسبة للسلك المستقيم اليوم رح ناخذ الملف المحلزن شلون احددها؟ ايضا عن طريق قاعدة الكف اليمنى لكن بصورة مغيرة للسلك المستقيم شلون نمسك الملف المحلزن بالكف اليمنى بحيث تكون لفة الاصابع تمثل اتجاه التيار الكهربائي والابهام يمثل اتجاه المجال المغناطيسي ولاحظ هنا الابهام ايضا همي يشير لي الى اتجاه القطب الشمالي لاحظ الشكل هذا انا كون عدي بالملف المحلزن صار عدي عبارة عن مغناطيس بسبب انسياب التيار الكهربائي فلما نلف اصابع الكف اليمنى الاصابع لازم تكون باتجاه التيار الكهربائي والابهام يشير لي الى اتجاه المجال المغناطيسي والقطب الشمالي شوف هنا انا عدي عزيز الطالب على ايد اليسار قطب جنوب يتكون هنا وعلى ايد اليمين تكون قطب شمالي فلالاجابة على هذا السؤال تكون بها الصورة هاي يحدد باستعمال قاعدة الكف اليمنى للملف وتنص يمسك الملف بالكف اليمنى بحيث يكون لف الاصابع تمثل اتجاه التيار الكهربائي فيشير الابهام الى اتجاه خطوط المجال المغناطيسي داخل الملف اي يشير الى القطب الشمالي ذن الاسئلة جدا مهمة اضافة الى انه اتجاه المجال المغناطيسي داخل الملف المحلزن يختلف عن اتجاه المجال المغناطيسي في السلك المستقيم او السلك الموصل المستقيم فارجت انتباه عليها لانه اسئلة وزارية ومهمة لاحظ عزيزي هذا شكل كنا نعرف الذرة وان الذرة بيها نواة والنواة الدور حولها الكترونات عند حركة الالكترون حول نواة الذرة هنا ايضا راح يتولد عدي مجال مغناطيسي وهذا السؤال جايني وزاري هل يتولد مجال مغناطيسي عند حركة الالكترون او حركة الشحنة وطيني مثال عليها اي نعم يمكن ان يتولد مجال مغناطيس حول شحنة متحركة كحركة الالكترون حول نواة الذرة وهذا سؤال مهم وجايب الوزاري فلازم ننتبه عليه لاحظ عزيزي هنا عدي سؤال جدا مهم قارن بين خطوط المجال المغناطيسي حول ساخ مغناطيسية وحول ملف ينساف فيه تيار كهربائي مستمر هنا يريد منعدي مقارنة بين شكل ومميزات خطوط المجال المغناطيسي بالنسبة للساق المغناطيسية اللي اخذناها بالفصل الثاني بالكورس الاول وبالنسبة لخطوط المجال المغناطيسي للملف اللي اليوم بدرس اليوم اخذنا فنسوي جدول مقارنة بالنسبة للساق الخطوط مقفلة وهمية غير مرئية بالنسبة للملف تكون خطوط مقفلة وهمية في خارج الملف وفي داخله وكذلك بداخلها تكون خطوط مستقيمة وكذلك متوازية أما خارجه تكون بيضوية النقطة الثانية تنبع وتتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خارج الساق المهناطسية وتكمل دورته داخل الساق كذلك بالنسبة للملف تنبع وتتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خارج الملف وتكمل دورته داخل الملف يعني النقطة الثانية متشابهة بالنسبة للساق والملف النقطة الثالثة تتميز على أنها خطوط دائرية الشكل تقريبا هاي وين هاي بالساقة المخناطيسية أما بالملف تتميز على أنها خطوط بيضوية الشكل تقريبا مثل ما شفناها بالمقطع الفيديوي وبالصور اللي بعدها النقطة الرابعة والأهم لازم أرسم خطوط المجال اللي يتم باع من الشمال إلى الجنوب بالنسبة للساق وبالنسبة للملف المحلزن سؤال آخر هم مهم قارن بين خطوط المجال المغناطيسي داخل الملف وخارجه من حيث الاتجاه والمقدار هنا يريد أسوي لمقارنة شنو اللي بالاتجاه والمقدار بالنسبة لداخل الملف المحلزن وخارجه شنو اللي يتغير شنو اللي يصير فأيضا أسوي جدول بالنسبة لداخل الملف بالنسبة للاتجاه تنبع من القطب الجنوبي وتتجه نحو القطب الشمالي هاي داخل الملف أما خارجه لعب العكس من القطب الشمالي وتتجه نحو القطب الجنوبي أما بالنسبة للنقطة الثانية اللي يتمثل للمقدار يزداد وتزدحم خطوط المجال المغناطيسي داخل الملف لأن كثافة الفيض سوف تزداد وعرفنا شنو كثافة الفيض قلنا كثافة الفيض هو عدد خطوط المجال المغناطيسي في وحدة المساحة بالنسبة إلى خارج الملف لا خارج الملف تقل خطوط المجال المغناطيسي ولأن كثافة الفيض راح تقل عندي هنا فبالتالي راح يقل مقدار خطوط المجال المغناطيسي خارج الملف أيضا هاي مقارنة مهمة لازم أن تبه عليها هنا أريد من عندك عزيز الطالب أنه تجاوب لي على هذه الأسئلة أو على ذن السؤالين الوزاريات اللي هو أولا كيف يمكن تحديد اتجاه المجال المغناطيس الداخل ملف ينسى فيه تيار كهربائي مستمر والنقطة الثانية هل يمكن أن يتولد مجال المغناطيسي حول شحنة كهربائية متحركة وطيني مثال لهذا الشيء أتمنى تحلوه هذا يومكم وإن شاء الله الدرس القادم راح نراجح لن السؤالين التحضير للدرس القادم من المغناطيس الكهربائي صفحة 120 وإلى الحث الكهربائي مغناطيسي صفحة 122 شكرا جزيلا لإصغاركم عزيزي واتمنى لكم كل التوفيق والسداد إن شاء الله